وإلى الموضوع التالي تقدم المحامية مرام يونس من مكتب المرافعة العامة في لواء الشمال محاضرات للطلاب في المدارس حول استخدام الانترنت بطريقة آمنة في نطاق فعاليات أسبوع الانترنت الآمن الذي تجري فعالياته في هذه الأيام في البلاد تشارك في المشروع حوالي 300 مدرسة عربية من بين 546 مدرسة مشاركة في هذا المشروع التوعوي وتقدم المحامية مرام يونس في نطاق محاضراتها توعية لطلاب المدارس لاستخدام الانترنت بطريقة سليمة والتحذير من مخاطر الشبكة وكيفية الامتناء عن القيام بمخالفات جنائية للاستسادة أكثر حول هذا المشروع المهم تنضم إلينا الآن في الستوديو في بثحة مباشرة المحامية مرام يونس أهلا ومرحبا بك مساء الخير مساء الخيرات إلى كل جميع المشاهدين نلتقي بك بعد يوم طويل قدمت فيه محاضرات لطلاب مدارس من مناطق مختلفة صحيح يمكن للتصحيح 546 مدرسة على مستوى على نطاق الدولي كلها بالوسط العربي والوسط اليهودي لما الجزء الأكبر 300 مدرسة هي من وسطنا العربي يعني مما جدا أسعدني وندل على شيء فهو دل على نسبة الوعي لدى التواقم التدريس لضرورة الحديث عن الموضوع يعني 300 مدرسة على مستوى الدولة كل الدولة في حوالي 546 مدرسة وأغلبها من وسطنا العربي فهو بيدل على الحاجة وعلى الوعي للضرورة للحديث عن هذا الموضوع وطبعا أنا كمحامية لممثل مؤسسة مؤسسة المرافعة العامة جدا أسعدنا أنه في عنا هاي المساحة هاي الفرصة اللي نتواصل فيها نفكر بس بالعدد الهائل الكم الهائل من الطلاب اللي موجودين وراء كل مدرسة ومدرسة اللي قدرنا نوصل لإلهن طبعا عن طريق تطبيق الزوم صعب جدا هاي دي أسألك كيف تتم المحاضرات في هذه الفترة شوفي يمكن بلشت من أحد خلنا نسميها أحد حسنات الكورونا إذا فيه ممكن نتطرق لحسنات أو بلشنا نمرر محاضرات عن طريق الزوم فأجت الفكرة أنه بلك كمان هاي السنة يمكن السنة الثانية أو الثالثة على التوالي أو أكثر حتى اللي احنا موجودين بهذا المشروع فقررنا أنه عن طريق الزوم والمدارسة بتشترك في أنا بكون بتواصل معهم صوت وصورة وكل مدرسة كل صفوف كل طبقة من الصفوف بتكون بتواصل معي عن أي شريحة طلاب نتحدث في مرحلة ابتدائية أو العددية أو الثانوية أو لكل المراحل؟ شوف كيف المحتوى تعل المحاضرة بناسب الفئة العمرية فئة القاصرين الشبيب اللي هي فئة القاصرين القاصرين مبدئياً هنا من سن 12 سنة لسن 18 سنة وليش؟ أنا منحكي مرحلة إعدادية وثانوية إعدادية وثانوية لأنه كمان من سن 12 سنة فما فوق في صف سادس كمان صح؟ يتم تحمل المسئولية الجنائية كأفراد طلابنا كأفراد طبيعي جداً هنه بهموني لأنه بدي أنا أنبهه كمان مرة ممكن توضحي هذه النقطة من جيل قديش؟ من سن 12 سنة لسن 18 سنة هاي فئة القاصرين طبعاً إحنا من سن 12 سنة فما فوق كل شخص في كل مواطن يتحمل مسئولية أو ممكن وحاسبة جنائياً على أفعال وعلى تصرفات ولكن جداً واضح إنه هاي فترة مفصلية أو مرحلة فئة عمرية اللي هي حساسة جداً فمشان هيك كثير بهمنا التواصل معها وفيه إلهن طبعاً كقاصرين إلهن حقوق إلهن إلهن مميزات إلهن حتى قانون قاصرين يخص فيهن محكمة تخص القاصرين اللي مشان هيك إحنا توجهنا لهاي الفئة العمرية هي الإعدادة والثانوية اليوم المحاضرة كانت مقسومة لجزئين المحاضرة الأولى كانت للفترة للمرحلة الإعدادية والمحاضرة الثانية للمرحلة الثانوية ما هي أهم الرسائل اللي بتوصليها للطلاب وأيضاً للطواقم التعليمية وعن طريقهم أنت بتهدف إنك أيضاً تصلي للأهل صحي شو المحتوى؟ شو أهم إشي بتقولي للطلاب؟ هي المحاضرة إحنا كنا نعطي هاي المحاضرات من زمان على مستوى بتعرف أنا تاب على لواء الشمال في مكتب المرافعة العام لللواء الشمال الناصرة الناصرة العليا وكنا نعطي محاضرات يتوجهون نعطي محاضرات لمدارس معدودة مش كثيرة بس بمرحلة معينة فكرنا إنه لحظة شوي إحنا عادة وإنته بصير أول تواصل لإلنا مع القاصرين في المحاكم بعد تقديم لوائح الاتهام ففكرنا نلاحظة ليش ما نستبق إحنا خطوة ونصل للولاد قبل ما هن يتورطوا بتصرف أو فعل جنائي نصلهم على المدارس إن وعيهن إن كان بمجال الإنترنت الآمن أو بشكل عام في عنا كمان محاضرة اللي على مدار كل السنة منعطيها لأكثر من حوالي ستين مدرسة اللي بتوجهون لنا اللي هي القاصرين في الإجراء الجنائي لتوعية عامة بس بما إنه إحنا اليوم ابتدأنا أو مبارح ابتدأنا أسبوع الإنترنت الآمن فإحنا رتبنا محاضرة اللي تختصت بهذا الموضوع المحاضرة تنقسم إلى ثلاثة أجزاء الجزء الأول هو توعي اليوم إحنا مساعد منفق الصبح لحد ما نروح ننام وإحنا شابكين على الإنترنت صحيح مش مومين كانت تطبيقات المتاحة عبر الهواتف عبر الحواسيب اليوم منقدرش نتصرف لا بالشغل لا بالنطاق العمل ولا بالحياة الاجتماعية بدون ما نكون بالظبط فمبدأيا الحسنات كثيرة ولا لكن في كثير إنعطافات في كثير إنزلاقات البارغين يمكن صعب عليهم يشوفوها بس عندهم إدرات أكثر ولكن القاصرين بحكم جيلهم بحكم طبيعة الفترة المرحلة مرحلة النضوج والإدراك اللي موجودة عندهم فهن أقل بيشوفوا الأمور وبيقدروا يميزوا التصرفات وإنت صحيحة وإنت ممنوعة فالجزء الأول من المحاضرة وإحنا عادة من جبلهم أمثلة واقعية صارت ومنعرضها من خلال المحاضرة ممكن تعطينا مثال مشال نفتح عيوني يعني شوفي في إحنا التهديد والعنف والإساءة لشخص اليوم كثير بتدولوا صور وفيديوهات بكم هائل يعني منصوا بإحنا المغرب كله نقل معلومات ونقل صور ونقل فيديوهات قسم كبير منها إذا بوصل تبليغ للشرطة ممكن يكون الشخص اللي استقبل واللي نقل أو اللي عمل على تنفيذ أو برمجة الصورة إنه يكون تحت طائلة المحاسبة ممكن نوضي حدي للجمهور إذا طالب مثلا في الصف التاسع قام بفبركة صورة عن زميل لإله بصورة ساخرة منه إذا تم عرضه بصورة ساخرة وبصورة فيها خدش للحياء فيها تحقير فيها تعدي على الخصوصية كل هذا طبعا من جبلهن الأمثلة منحاول نبسط لهن الأمثلة ليش إحنا بالعالم الواقعي الأمور أكثر محسوسة عالم الإنترنت هو عالم افتراضي الأمور مش كثير محسوسة فيه والإنزلاغ جدا نهوين فيه نعم فإحنا منحاول نبسط لهن الأمور نورجيهن وأنت التصرف يعني حتى التهديد لما أنت بتهدد كلاميا بيكون واضح الإشيه ولكن لما أنت بتبعث نص معين وفكرك أنه هذا كلمات وبعتناها والمؤبصر إذا المتلقي وصلت وما وصلتوش إذا أنا كنت ناوي نفذ التهديد أو عدم أو مش ناوي أن نفذ التهديد هذا كل ياته يقع تحت نفس الضوابط تحت التهديد الكلامي واليوم عم بصلنا يعني إحنا اليوم خبرة سنين المؤسسة قائمة من سنة 1997 في عنا قسم كبير اللي يمثل ويدير شؤون القاصرين وبنمثل تقريباً 80% من ملفات لوائح الاتهام ضد القاصرين فإحنا منشوف بعيننا ومن خبرتنا بنركز على الأمور والنقاط اللي أكثر شي فيها الشباب ممكن ينزلقوا ويقعوا في تحت طائلة المحاسبة شو أكثر إشي بتنصحي فيه الطلاب اللي بيشاركوا أو بيحضروا هذه المحاضرات إنهم كيف يتصرفوا شو أكثر إشي بتركز عليه في هذه المحاضرات وبتقولي لهم إحضروا من هذا الفعل أو إحضروا من ذلك شو من ناحية المخالفات اللي بنتطرق لها لكل موضوع التعدى عن الخصوصيات والإساءة الشخصية موضوع التحرش الجنسي وبنحاول أن نوضح لهين وين تا يعتبر تحرش جنسي وين الضوابط والخط الفاصل التشهير الإساءة التحديد فهي كلها يعتها الإحتيال يمكن تسرق حساب صاحبك أو حساب شخص بتعرفه وتتعامل معه وتسرقات على أنواعها في عالم الإنترنت كلها هاي بنوضحها هاي بتواجهوا حالات انتحال يكون مثلا طالب مدرسة بانتحال شخصية طالب آخر عبر الشبكة طبعا إلى أي مدى هذا الأمر خطير وممكن أنه القانوني حاكم عليه جدا خطير إحنا حتى بمرحلة معينة أنا بأخذ قسم من المخالفات وبسريدلهم بشكل مفصل شو العقوبة عليها استعمال أو نشر صور مشيني أو فيها فاضحة لقاصر أو لقاصرة وفي نقطة كمان كثير بركز عليها وبهمني يسمعوها اللي هي إنه كثير مرات بتم التصرف بالصور أو بفيديوهات أو بمعلومات بموافقة الشخص نفسه اللي موجود في المحتوى طالما الشخص اللي المحتوى يتطرق لإله تحت سن قاصر يعتبر لا اعتبار لموافقته لأنه القانون بيجي وبيقول أنت مش بالما عندك كمية الإدراك والنضوج إنك تأتي موافقة بس الأهل اللي هن البالغين ممكن يعطوا موافقتهن والهدف طبعا هو عدم تسبب لإذاة بإذاة نفسي للقاصر نفسه شو ردد الفعل اللي بتسمعيها وبتشاهديها من الطلاب اللي بشاركوا في هذه المحاضرات هل بتفاجأوا من الأشياء اللي بتكريلهم إياها قسم كبير بتفاجأ قسم كبير بحسوا إنه بتحس إنه هاكي بكون في كثير أسئلة طيب أنا كيف بدي أعرف طب أنا كيف بدي أضلني على متأكد إنه تصرفاتي هي صح كيف بدي طب وصلتني صورة مش أنا اللي قمت ببرمجة الصورة أو بتركيب الصورة طب أنا قلت له بتوصلك بتمحاها يعني هاي الأسئلة كثير موجودة عندهم وأنا بحاول كداش أكثر أطرح أجاوبها الجزء الثاني نعم تفضلي اللي هو كثير ضروري لإليه الجزء الثاني اللي المحاضرة بتتطرق لإله هو حقوقهم أثناء التحقيق حقوق القاصرين بالضبط ممكن على عجالة تستعرضين ممكن على عجالة أبرز أهم الحقوق للقاصرين إذا تم اعتقالهم أو التحقيق معهم بالضبط إذا ممكن وهي للقاصرين ولأهلهم كمان نعم يعني المشاهدين اللي معنا البالغين ضروري يكونوا وعيين لإلهام أولا يحق عند التحقيق مع قاصر أو استجوابه يجب أنه يتواجد حدا من أهله أو من البالغين أو أقرباء أو أنه في حالة أنه لم يتواجد ما ما زبطتش الأمور ممكن كمان حتى عامل اجتماعي للشرطة بتهتم بالإبلاغ وأنه يكون متواجد طبعا الهدف هو أنه نخفف الضغط على القاصر أنه يعطي إفادة بطريقة اللي هي سليمة أكثر أنه الضغوطات حتى البالغ لما بكون تحت التحقيق بيكون مضغوط يعني أنه اعترفوا بنروحك أو أنه مشان ما يعني أنه كثير مرات أنا بحكي للقاصرين قد ما بتكونوا خجلانين ومتدايقين ومسحيين من أهلك أو خايفين منهن بيضل وجودهن أحسن أفضل من عدمه ممنوع التحقيق معهن بساعات الليل وإذا تم طلب من قاصر أنه يجي على التحقيق مفروض أن دوم بادئ ذي بيد يعرف أنه إله الحق باستشارة محامي قبل بدء التحقيق إذا توفر محامي خاص ممكن إذا لم يتوفر ممكن التوجه لمكتب المرافع العام اللي إحنا بنشتغل 24 ساعة على مدار 24 ساعة ممكن تأمين هذا الشيء ولكن جدا ضروري الاستشارة تواجد الأهل وعدم التحقيق بأثناء الليل وعدم اعتقال القاصر أو توقيفه مع بالغ آخر يجب أن يكون هناك فصل تام بين شؤون القاصرين وشؤون البالغين حتى على مستوى المحكمة إذا ممكن نقطة ثالثة اللي بحب نبهها وبركز عليها بالمحاضرة إنه ضرورة المحاضرة والتوعية مشان إحنا ما نصل لمحل اللي فيه إيداني بالمحكمة للقاصرين لأنه بعدين بالمستقبل هنه بيكونوا عادة على عتبة التخرج من المدرسة وبدهن يبلشوا بحياتهن التحقيق مستقبلهن صحيح نياتهن طموحاتهن مثل هذا الملف ممكن يبين بالتسجيل الجنائي وبعدين يكون عقبة أو نوع من العرقلة لاستكمال تعليم، توظيف، اندماج بسوق العمل، الوصم الاجتماعي فهي ثلاث نقاط اللي كثير بركز عليها بالمحاضرة وبحس في كثير تجاوب من طلابنا وطالباتنا للمضامين اللي إحنا بنعرضهن عليها شكرا جزيلا على كل المعلومات والمعطيات اللي قدمتها لجمهور المشاهدين أيضا من طلاب المدارس وأيضا من الأهالي شكرا لك يا المحامي يا مرامي يونس في شيء بديت تقوليه بس بدي أحساني واحدين نعم تفضل إنه هذا البرنامج اللي إحنا صلنا سنة وراء سنة بنكون فيه هو برنامج مشترك لمكتب المرافع العامي مع وزارة التربية والتعليم في شراكي بين وزارة التعليم ومكتب المرافع العامي اللي تابعيني وزارة القدر على المضامين على الإدارة الموضوع وعلى نوعية المضامين اللي إحنا بدنا نوصلها لطلابنا وطالبنا إذا بشاهدوك سؤال أخير فعلا الوقت أدركنا إذا بشاهدوك الآن مدراء مدارس معنيين بأن مدارسهم تحصل على محاضرة من هالنوع لازم يتوجهوا لوزارة التعليم ولا لمكتب المرافع العامة ولا ممكن للطرفين بتبعشوا نوعية المحاضرة بس ممكن يتوجهوا لإلي وأنا بقوم بترتيب الأمور شكرا جزيلا لك المحامي مراميونس شكرا على كل هذه المحامي شكرا لك وشكرا لمتابعتكم المشاهدون والمشاهدات العزاء سنخرج الآن إلى فاصل إعلاني ومن ثم نستوفي معكم باقي ملفات برنامج هذا اليوم فبقوا معنا